منشور لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر فيسبوك وتويتر يشيد فيه بكفاءات جزائرية شابة استطاعت أن تبرز في مجالات الإلكترونيات والهندسة المعمارية وتصنع لها اسما في مؤسسات ومسابقات عالمية سلمة بكوش وفاطمة الزهراء بن حميدة شابتان من الجنوب الكبير حملهما حلم مشترك من مدينة حاسم سعود على مسافة 700 كم إلى العاصمة للالتحاق بالمدرسة العليا للإعلام الآلي والتي منها تمكنت من الوصول إلى عمق وادي السيليكون بأمريكا حيث تولد كل الابتكارات التكنولوجية والإلكترونية في العالم تقريبا لتصبح الشابتين تمثلان مصدر إلهام للجزائريات عامة ولبنات الصحراء خاصة رضوان حسين شاب جزائري آخر أبدع في مجاله وصنع لسمه بريقا شد حتى الرئيسة بول يضمن اسمه في منشوره والذي أكد فيه أن أمثال رضوان هم من سيصنعون غدا الجزائر ومستقبلها رضوان مهندس معماري تخطى عدة مراحل في مسابقة عالمية تجري بدولة قطر لاختيار أحسن تصميم إسلامي لمنارة العصر كما أطلق عليها خريج جامعة عبد الرحمن ميرا ببيجايا أبدع بتصميم من شأنه إيصاله إلى المراحل النهائية للمسابقة ولما لا الظفر بالمركز الأول هي عينات عن طاقات شبانية هائلة تحويها البلاد وفي شتى الميادين تبدع وتلمع أسماؤها في قلب بلدان هي أمهات الابتكار والتطوير رسالة مفادها أن الاستثمار في العامل البشري هو رأس مال النهوض الحقيقي بالجزائر ترجمة نانسي قنقر